إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط للمستقيم صراط الذين أنمت عليهم ولمغضب عليهم من الله اللين أمين وإلى حضرات المؤمنين المذفونين في هذه المحلة وفي ما حولها الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط للمستقيم صراط الذين أنمت عليهم ولمغضب عليهم من الله اللين أمين وإلى حضرات ذميع من قصدناهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولله اللين أمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يصرا إن مع العسر يصرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان طوابا بسم الله الرحمن الرحيم قل خب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفبا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل خب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفبا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل خب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفبا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق النذاب قب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد النذاب صدر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر البصواص الخناس الذي يبصف في صدور الناس من الذنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ويكافر مزيدا لك الحمد يا الله حمدا كثيرا ضيما باركا جزيلا جميلا دائما بذوام ملكك يا الله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا وتنجي والدينا وتنجي من نعاننا وتنجي من نوصانا وتنجي من تعلق بنا بها من جميع اللهوال والبليات وتسلمنا وتسلمهم بها من جميع الأسقام والآفات وتطخرنا وتطخرهم بها من جميع السيئات وترفعنا وإياهم بها عندك على الدرجات وتبلغنا وتبلغهم بها قصى الغايات من جميع القيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نهدي ثباب ما قرأناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات ساداتنا البدريين والعهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم مجمعين وإلى حضرات جميع العلماء والأولياء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات جميع من قصدناهم من أوليائك الكرام وإلى حضرات أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أنباتنا وأمهات المسلمين وإلى حضرات المؤمن المضفنين في هذه المعالة وفيما حولها وإلى حضرات جميع أنباتنا وأمهات المسلمين اللهم عفظ علينا وعلى بالدينا وعلى أهالينا وعلى ذرياتنا وعلى ساتيذنا وعلى تلاميذنا على من نعاننا وعلى من نوصانا من فيولاتهم وأنبارهم وركاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم احمنا بحمايتهم وامدنا بمددهم وانصرنا بداههم يا خير الناصرين اللهم بحق ذاتك القديم وبحق القرآن الكريم وبحقوق هؤلاء الشرفاء الصادات المذكورين وَبِذَاهِ نَبِيكَ سَيِّدِينَ وَبِذَاهِ نَبِيكَ سَيِّدِينَ وَبِذَاهِ نَبِيكَ سَيِّدِينَ وبرهنك فنستغير ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا قل لا لا تقلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك يا ربنا ربنا قاتلنا في الضنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت الزباب الرحيم واغفر لنا لما تعلق بنا يا غفار المزيدين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصيحون وصلاة مغترنا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وبركاته ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 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 السلام عليكم